الحكاية اللي جاية غريبة شوية بس يعني حضراتكوا تعلموا انه لغاية دلوقتي قطر هي اللي بتنظم كاس العالم عشرين اتنين وعشرين قبل فساد بقى بالرشوة بقى وطفر انما المهم انه قطر لغاية الوقت اللي انا بكلم حضراتكوا في ده هي اللي بتنظم هذي يعني هذي البطولة كاس العالم تقرير طالع من فوكس نيوز على انه قطر قررت انها تمنع المصريين انه هما يحضروا كاس العالم طبعا فوكس نيوز مش عاملة التقرير انها زعلانة عن المصريين هي قالت لك ايه انه قطر ودي مصادرة قطر لن تسمح لا للمصريين ولا للإسرائيليين طبعا موضوع الإسرائيليين ده انا شك فيه يعني لانه الإسرائيليين بيروحوا دلوقتي يعني مش محتاجين انه هما يستنوا كاس العالم الإسرائيليين بيزوروا قطر عادي جدا انما موضوع ان انت والتقرير بتاع فوكس نيوز بيتكلم على انه من قواعد الفيفا ان انت لا تستطيح ان تحرم اي مواطن اي جنس اي نوع اي جنسية من حضور كاس العالم يعني المصريين من حقهم حضور كاس العالم واللي اهم ان احنا نحضر كاس العالم معززين مكرمين يتم استقبالنا استقبال جيد في المطارات هناك ويتم استقبالنا استقبال جيد في كل مكان اذا كان قطر تريد ان تنظم كاس العالم فيجب ان تسمح للجميع بالوصول الى الدوحة طبعا فكرة ان احنا نروح او ما نروحش دي دي وقتها نبقى نقررها انما الفكرة في حد ذاتها انه محدش له الحق انه يمنع المصريين من حق موجود للعالم كله الغريبة انه الراجل رئيس مجلس ادارة طيران القطري هو اللي طلع التصريحات دي من مدة كده ولا احنا مش هنجيب مصري يعني كان المصريين دول مثلا يعني لا يعني ماينفعوش يخشوا قطر ولا يخشوا الدوحة ولا ينفع خالص ان احنا نتعام معاه فممنوع مصريين يجولنا في كاس العالم انت مين انت عشان تقول الكلام لو انتو هتقرروا ان انتو تعملوا كاس عالم تنقوا فيه الناس اللي حتيجي طب انا عايزة اسأل سؤال اشمعنا المملكة العربية السعودية لغاية اول مبارح بترحب بالفرق القطرية التي تأتي للعب في المملكة العربية السعودية في بطولات الكرة الاسيوية طبعا كانوا عاملين حدوتة وفيلم وقت الحج واحنا ما نروحش الحج واحنا ممنوعينه بتاعه انما طبعا الحج مايروحوش وماتشات الكرة يصروا عليها وطبعا بيروحوا لانه هو لو ما راحش يبقى منسحب وحيروح على البطولة كلها انما الحج هو ما يهموش اوي كتير فاشمعنا السعودية بتفتح ابوابها ومصر بتفتح ابوابها لأي فرقة قطرية او اي مواطن قطري جاي بطرق غير الطرق اللي المفروض احنا منعنا في يعني الامر اللي احنا فيه الخلاف اللي بيننا وبين قطر انما المواطن القطري بيجي يدخل مصر عادي جديد فيه مواطنين قطريين عايشين في مصر اشمعنا احنا نتمنع من كاس العالم انا ارجو انه نكدا يعني مش ان انا عايز اروح نكدا بس يجب ضمان حق المواطنين المصريين في الذهاب لكاس العالم في الدوحة ومعاملتهم افضل معاملة او على الال معاملة زي بقية الناس اللي هتكون موجودة ده لو كمل في الدوحة لوحة يعني ده لو يعني ربنا كرامهم وفضلوا في هذه المنافسة او هذه الاشياء